تقول هناك مادة تستعملها النساء في إزالة الشعر من الزراعين والساقين بقصد التجمل للزوج وهي عجينة مكونة من السكر والليمون تعقد على النار فهل هذا جائز أفيدون أفادكم الله إزالة شعر الزراعين الأولى اللا تفعل وذلك لأن الشعور التي في البدن تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم أمر الشرع بإزالتها فتزال وذلك شعر العانة وشعر الإبطين فالعانة تحلق وأما الإبطان فتنتفى لنكفا إذا لم يشق على الإنسان والثاني قسم الثاني شعر لا تجوز إزالته بالنكف وهو شعر الوجه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامسة والمتنمسة وهي التي تنتف شعر وجهها كالحواجب ولو كان ذلك للتجمل للزوج فإنه محرم ولا يجوز بل هو من كبائر الزنوب والقسم الثالث ما لمر بالشرع بالنهي عن إزالته ولا بالأمر بإزالته فليس بمحرم لعدم وجود دليل على التحليم وليس بمنور بإزالته لعدم وجود دليل على إزالته ولكن الأولى أن لا يزال لأن الأصل فيما خلق الله تعالى في البدن أن يبقى كما هو عليه إلا إذا ورد الإذن بإزالته أو الأمر بإزالته فعلى حسب ما جاء بالشرع ومن ذلك شعر الذراعين والثاقين فالأولى أن يبقى ولا يزال اللهم إلا أن يصل إلى درجة تبلغ التشوه بالكثرة الكاثرة التي تلفت النظر فحينئذ لا بعث من تخصيفها نعم نعم نعم